السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الحضور الكريم في أمسية شعرية بعنوان قوافين للقدس قوافل يقيمها قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق لمناسبة أسبوع القدس العالمي الذي تشترك فيه روابط وهيئات إسلامية عدة تبقى القدس حاضرة في فكر علماء هذه الأمة ورؤى مفكريها وكتابات أدبائها وقصائد شعرائها الذين نذروا حروفهم وقصائدهم شموعا تنير الدرب نحو الأقصى وتناغم خلجات القلوب شوقا إليه هذا حديث العاشقين فقدسنا في القلب موصول بها شرياني وكيانهم يخبو يزول وينتهي ولنا البقاء معزز الأركان في مستهل أمسيتنا يتقدم فارس قصيدة الانتماء وطبيب العيون وشاعر العذوبة والحنين للدين والأوطان والإنسان شاعر كبير تعرفه المحافل الألمية والأدبية وتشتاق إليه المنابر هو القائل كل الرؤوس على أكتافها رفعت ورأس من خان تحت النعل والقدم ذاك الذي لا يرى في القدس عزته وكرم الله قدرا ثالث الحرم غدا يعض على كفيه من ندم وليس تنفع خوانا يد الندم إنه الشاعر الدكتور عبد الودود القيسي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين شرف لي كبير أن أكون معكم وأنا أصغر الشعراء شأنا وقد أكون أكبرهم عمرا أحل بك الهوى أنطاب سفرا يراعا طرز القرطاس حبرا وقد طعك الفراق مجذمات تقد ببعضها طعنا وغدرا لقد حل الجوا وأماط حملا أقضك موجعا تبدل ظهرها وجها وصدرا أما اهتزت شواربهم عليها وكانوا مثله غضبا وجمرا أمن الحجر يتركها حجارا كأن صغارها ملكته حجرا بلا فهم ولا علم قرأنا فسبحان الذي بالعبد أسرا وسبحان الذي بالعبد أسرا لقرآن من الرحمن يقرى يسابق في رحاب الكون علما فيسبق عصره عصرا فعصرا ولو ندري معانيها لكن قطفنا دول فعل السيف نصرا ألا يا أيها الأقصى صبرنا وصار الصبر في الأكباد مر إذا قطعنا أيديهن شدها بيوسف يشرق الظلماء زهرا فنور القدس لو شمناه حبا لقد طعنا من الكفين عشرا إذا قطعنا أيديهن شدها بيوسف يشرق الظلماء زهرا فنور القدس لو شمناه حبا لقد طعنا من الكفين عشرا ولو كنا نرى الإيمان حقا نودع دونه سفها وهجرا ولو ندري بأن العمر يمضي وبعد حياتنا سنعيش أخرى لما كنا على ذل نغني ونرقص رقصة الأموات قهرا هجرنا في معاسيها جهادا وأبقينا لها قلما وثقرا وأصبحنا نخلدها قصورا وندري أنها ستزول قصرا فقوموا واسألوا من كان فيها وكيف تبدلت كفنا وقبرا لماذا؟ هل سألتم كيف كفر ينال النصر بعد النصر نصرا ونحن بديننا إن كان فينا ننال هزائما تترا وتترا نناز هزائما تترا وتترا لأن مساجد الإيمان أمست تلاوات بدون القلب تقرى ووعد صلاتنا نأتي فعالا نرى كبرى ذنوب الفعل صغرى ونحن نقلد الباغين صبحا ونمسي عندهم بالقيد أسرا وهم كانوا بحال حل فينا لأعلم ما بنا منا وأدرا فما كانوا على كأس سكار وكنا قبل كأس الخمر سكرا كأن شربوا كؤوس الخمر ماءا ونشرب نحن كأس الماء خمرا وتبرى النفط نحصده ترابا وهم حصدوا ترابا نفط تبرى وهم بالقشر وهم بالقشر يصطادون لبا ونحن بلبنا نصطاد قشرا وهم بالقشر يصطادون لبا ونحن بلبنا نصطاد قشرا عهدنا الموت يخطفنا شبابا فكيف بمالك شيبا وعمرا أنلمس للخيانة ألف عذر وما لحجارة نستل عذر أما في وافر الخيلاء بحر يصوغ جهادنا بالسيف شعرا مضى بسفينة العمل عميل يرى من ذله التطبيع عذرا ليغنم في مرافل غدر مرفا ويرضى لو ينال هناك شبرا سيبقى خادم صهيون سقطا ومن مخدومه عبدا ومزرا نعلق دمعنا لقدوم يوم به كاد الضياع يقول فخرا ألا ندري بأن يوم بيعت نباع إرادة تشرى ونشرى وأن البعض منا قد توارى ليجعل فوقه الكرسي سترا سأهجر كل قافية وشعر إذا أنسى نفاق الحال شعرا إذا رضيت قلوب الضاد هذا ونامت تستقي ذلا وقهرا فقوموا للحياة وطلقوها فما أبقت لنا برا وحرا فما أبقت لنا برا وحرا السلام عليكم ورحمة الله شكرا للدكتور عبد الودود القيسي على قصيدته الرائعة فارسنا الآن شاعر صدر له ستة وعشرون ديوانا شعريا وكتبت عنه عدة مؤلفات ونوقشت عن شعره رسائل جامعية دخلت أشعاره في المناهج المدرسية والمساقات الجامعية حصل على العديد من الجوائز المحلية والعربية وهو من أبرز الوجوه الشعرية في الأردن شاعر يتجلى شعرا وإحساسا وحضورا متميزا على كل المنصات وهو القائل أوقد جراحك في الظلام سراجا وارفع جبينك كوكبا وهاجا واحفر طريقك في الصخور تحديا واملأ عيون الشمس من عجاجا إنه الشاعر الكبير سعيد يعقوب فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الجمع الطيب المبارك أسعد الله مساءكم جميعا بالخير واليمني والبركات بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل لهيئة علماء المسلمين والقسم الثقافي فيها ولمن ساهم في إقامة هذه الأمسية الشعرية المهمة جدا التي تحتفي بالقدس جوهرة العواصم العربية وسأقرأ قصيدتي التي تحمل عنوان القدس عربية عاصمة أبدية أقول ها قد تداعت على أشلائنا الأمم ها قد تداعت على أشلائنا الأمم ونحن في ظلم من فوقها ظلم ونحن كالصخر لا روح ولا عصب ونحن كالميت لا حس ولا ألم تلطخت بسواد العار جبهتنا وفي المذلة قد غاصت بنا القدم وكل ما كتب الكتاب ليس له وزن فلذ بظلال الصمت يا قلم فشعرنا لا يساوي وزن خردلة ونثرنا مثله بالهذر متهم وإنما هو حبر جف في ورق كالطبل ما فيه إلا الريح والورم كل المداد الذي في الأرض يفضله من الشهيد بساحات الكفاح دم دعي الهتاف فما يجدي الهتاف فتى فليس يجديه إلا الصارم الخذم حي الشهيد الذي ضحى بمهجته وملؤه النبل والإيثار والكرم حي الشهيد الذي أعطى الدروس لنا ومن نجل ومن نفدي ونحترم إن يسقط الجسم من غدر الرصاص به فإن من يده لم يسقط العلم إن يسقط الجسم من غدر الرصاص به فإن من يده لم يسقط العلم يا قمة ليس للشعر الوصول لها أن تطاول هذه القمة القمم ما قيمة النذل لو كان الحرير له ثوباً وحفت على ذل به النعم ليس القوي الذي تم العتاد له بل من تتوجه الأخلاق والقيم ليس القوي الذي تم العتاد له بل من تتوجه الأخلاق والقيم حضارة الظلم والطغيان غايتها إلى فناء ومأوى زيفها العدم لا يخد عنك لا زيف ولا كذب فالحق منتصر والشر من هزم انظر إلى صحف التاريخ انظر إلى صحف التاريخ أين مضى من بعد ما جاءنا الرومان والعجم فلا بقاء لمحتل ومغتصب ولا دوام لمن جار ومن ظلام وحقنا واضح كالشمس في كبد السماء تنكره عين بها السقم ولا نفرط بالحق الصراح ولو لم يبق حيا بنا طفل ولا هرم وذرة من تراب القدس أثمن من أموال قارون في الميزان لو علموا وذرة من تراب القدس أثمن من أموال قارون في الميزان لو علموا فإنها بدم الأبطال قد مزجت فأزهر المجد فيها وازدها الشمم فهل على أقدس الأقداس يمكن أن نساوم الخصمة تبا ساء ما حكم والقدس عاصمة الدنيا تظل لنا ولا يخان لها عهد ولا قسم ومن أحق من القدس الشريف بأن تصان منا وأن توفى لها الذمم عهد عهد علينا أمام الله نقسمه أننا من الخصم يوما سوف ننتقم أننا من الخصم يوما سوف ننتقم وكل الشكر والتقدير والمحب للجل شكرا شكرا للشاعر سعيد يعقوب على قصيدته الرائعة شرفنا بالحضور الشاعر الكبير محمد سمحان ولا يكون الشعر إلا بإنشاده قصيدة من رواعيه الشعرية في فلسطين فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله دائما يغمرنا أهلنا في العراق بأفضالهم في كل شيء وأنا كأستاذ للتاريخ لا أستطيع أن أمر مرور الكرام على العلاقة التي تربط العراق بفلسطين فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل وأنتم أعلموا مني بقصته حينما فر من العراق وهو يبحث عن ربه وجد ربه في فلسطين في القدس ومن القدس أسر ابنه إسماعيل إلى مكة ثم تمر القرون ليعود صبته أو حفيده محمد صلى الله عليه وسلم لتكون القدس قبلته الأولى ثم ليسرى به إلى القدس هذا الربط الإلهي بين إبراهيم وبين إسماعيل وبين محمد بين العراق وبين الحجاز وبين فلسطين أنا للأسف الشديد أحفظ شعري وهذه الأمسية شعرية ولذلك أكتفي بما سمعت وسأسمع من شعر بهذه المناسبة إنما ما يشد الانتباه أيضا بالإضافة إلى الإرادة الإلهية التي جمعت بين هذه المقدسات الثلاث أن العراق عبر تاريخه الطويل من أيام الأشوريين والبابليين من أيام الأسر البابلي الأول والأسر البابلي الثاني هذه العلاقة المتينة عبر التاريخ بين العراق وفلسطين لم تنكسر أبدا في كل عصور العراق منذ سرجون ونبوخ بنصر وحتى الآن وما زالت قبور العراقيين الشهداء المقدرين على تراب فلسطين في معارك 1948 ما زالت حتى الآن موجودة ومصانة ومصانة في أرض مرج بن عامر في جنين حيث استطاع القائد العراقي الفذ أن يهزم الصهاينة ويطردهم من جنين ويعود الفضل لجيش العراق العظيم في إنقاذ جنين التي هي الآن بؤرة الجهاد والنضال في الضفة الغربية أيها السادة الزمن يدور وفي تاريخ كل أمة نكبات نحن في زمن الحروب الصليبية لم نعتقد يوما أن القدس ستعود وقبل الحروب الصليبية في زمن الفتح العمري حينما كانت تحكم المنطقة العربية جيوش البيزنطيين لم نكن نعتقد أن عمر بن الخطاب سيفتح القدس أمبراطورية عظمى البيزنطيون هزمهم عمر بن الخطاب وفي زمن الحروب الصليبية جاءنا قائد عظيم من العراق ولد في تكريت اسمه الناصر صلاح الدين يوسف وحرر القدس ونحن الذين نقرأ التاريخ ونلم به ندرك تماما أن القدس ستعود وأن ما يجري في هذه الأمة إذا ما قيس بتاريخها هو عبارة عن غمضة عين ولم يساورنا كمثقفين الشك في لحظة من اللحظات أن فلسطين ستعود وأن القدس ستعود وأكبر دليل على ذلك أن الذين يحتفلون الآن بقوافل قدس قوافل إلى القدس هم من أبناء العراق وليسوا من أبناء فلسطين وأنا لا أرى أن هناك فرق ما بين أبناء العراق وأبناء فلسطين فحينما يتلاقح ويتزاوج الدم تسقط كل الحدود التي صنعها الاستعمار من أجل إبقاء دولة الكيان المحتل فلسطين ستعود ولن ننساها لن ينساها العرب ذهبت ذات مرة إلى المغرب ودخلت إلى شفشاون وطنجة وتطوان وفاس ومكناس وهذه المدن يسكنها أبناء إشبيلية وغرناطة وطليطلة وبعد مرور يعني سقطت غرناطة في سنة 1492 وأنا ذهبت إلى المغرب في سنة 1985 يعني أربعمائة سنة ودخلت إلى بيوت أهل الأندلس فوجدت مفاتيح بيوتهم معلقة على جدران بيوتهم نحن لم نغادر القدس وإن غادرناها بأجسادنا فأرواحنا معلقة فيها وستعود القدس إن شاء الله بهمة أبناء هذه الأمة وعلمائها الذين لن يتوانوا في يوم الأيام حينما يعزف النفير ويدعو إلى الجهاد الله أكبر والنصر لهذه الأمة بعلمائها وأبنائها المجاهدين المخلصين وأنا آسف جدا إذا لم أقل شعرا ولكنني أقول لبدك يا قدس أرواح وأفئدة ترى المناية فتسعى نحوها خببة لا حق إلا بسيف الحق نطوبه فهو الذي لم يضيع للعلى طلبه إذا اعتلى منبر الأخطار ذللها وإن تكلم أعي الخطبة والخطبة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للشاعر وأستاذ التاريخ محمد سمحان على هذا التقديم الرائع بشأن العلاقة التاريخية بين العراق وفلسطين وحبه للعراق كحبه لفلسطين ننتقل الآن إلى شاعر جميل العبارة عميق الفكرة يحلق في سماء القصيدة بتفرد ورشاقة كلماته منتقات بعناية الفارس الخبير في ميادين القصيد بشتى توجهاته شاعر وفنان تشكيلي أردني وهو عضو لجنة الإدارية في رابطة الكتاب الأردنيين صدر له قلب قزح شعر ليس أكثر أنا كما أراني حاصل على درعي قسطنطين الجزائرية عاصمة للثقافة العربية حاصل على درع مهرجان العيون للشعر العالمي إنه شاعرنا الجميل محمد خضير فليتفضل مشكورا أشكرك على حسن التقديم شكرا جزيلا جهود مضيئة تلك التي تبدد ظلمة صمتنا فشكرا لكم وأنتم تضيئون هذا الظلام وأنتم تستذكرون فلسطين رغم ما يعيشه العراق يعني هذا ربما حالنا الواحد بأشكال النضال كان آخرها ربما ما قدمه الشهيد مهند حلبي الذي يعني ابتدأ فكرة الطعن بالسكين وهذا لعدم توفر السلاح فكتبت أربع بيوتات من الشعر لهذا البطل أقول اغضب اغضب فلا عرب ولا عجم معك اغضب كما ريح يقلبها ملك سبعون صيفا هل أتاك حديثها أم أن صمطا في المواسم أجلك اقبض اقبض على طين البلاد بيسرة واترك يمينك للمدى فالنصر لك حي البلاد من الجليل إلى النقب ومن الخليل إلى جنين إلى صفد وانقش لها أسماءها فوق السحب واهتف فلسطين الهوية والبلد هذه بلادي يا عرب حي الرجال حي الرجال إذا السجون تكلمت لغة الصمود وما تلعثم من أحد حي النساء حي النساء إذا غسلنا قلوبنا بالحب والصبر المعتق والبرد هذه بلادي يا عرب حي البنات إذا أقمنا خيامنا من غير حبل للسلام ولا وتد حي الشوارع وهي تضحك مثلنا من عابر في جيده حبل المسد هذه بلادي يا عرب يعني كان الرهان من هذا الكيان الغاصب بأن الكبار يموتون وبأن الصغار ينسون ما حصل ولأننا لا ننسى الطفل محمد أبو خضير وهذا الذي يشبه اسمه الذي قضى حرقا وهو على قيد الحياة حينما اقتادته قطعان المستوطنين في القدس في 2 تموز 2014 وكانت الدنيا رمضان كانت الناس في صيام فأحرقوه حيا وكانت هذه القصيدة اسميتها فجر الخليل قطعان قطعان غدر قطعان غدر والشوارع نائمة والفجر بحر والمدينة عائمة طفل طفل يشق العمر صوب صلاته يمشي الهوين والخيانة جاثمة خطواته شمع الطريق يضيئها وقع الدعاء بصدر أم صائمة عد يا حبيبي عد يا حبيبي واسترق صحوي أنا أسكن نعاس العمر كف الهارمة أهجر براءتك التي طرزتها وانهض لحتفك فالشهادة قادمة قطعان غربان قطعان غربان ووحدك صارخ ناديت إذ ناديت عربا عاجمة لا صوت إلا ما تمخضه الردى سقطت عواصمنا وصرت العاصمة فاقرأ علينا اقرأ علينا ما تيسر من دم هذه العروبة بالقراءة واهمة سلت سيوف الشعر في صمت وما سلت سيوفا للكرامة فاهمة ما نحن إلا أمة في صمتها نقضت صلاة النصر خوفا لائمة عذرا صغيري عذرا صغيري إذ تلوتك آية فالشعر ذنب والقصيدة آثمة نار الغزاة نار الغزاة لهيبها من نفطنا واللحم نيء والعروبة هاضمة عبس الجنات وكان سنك ضاحك عبس الجنات وكان سنك ضاحك فتبسمي يا قدس ما لك واجمة لا طيب إلا ما تلتهن سائم عبقت وريح الموت عبقت وريح الموت زهر هائمة نضجت ضلوعك هل صرخت تمهلي أم كانت النيران بردا سالمة هذا خليل الله هذا خليل الله في صمت اللضى كان البداية ثم كنت الخاتمة شكرا جزيلا لك شكرا للشعر محمد خضير على قصيدته الرائعة شعرنا الآن غزير الشعر كبير الهمة عرف بقصائده الطوال كتب عنه النقاد الكثير وآخر ما صدر عنه كتاب هندسة الفضاء الشعري في قصيدة بنت قومي معلقة العصر للدكتور الناقد عبدالحق لهواس له حضور بهي في محافل الشعر ومنصات الأدب صدرت له دواوين خباء الليل وخذني لبغداد وزليختي والقصيدة المعلقة بنت قومي ورواية كاميرا الحب والحرب وهو القائل في حق فلسطين إذا ماتت ضمائركم فموتوا وموت القلب أوله السكوت وإن قلتم نحصن في بيوت كذلك قال قبل العنكبوت إنه شاعرنا الكبير مكي النزال فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف لنا أن نجتمع على ذكر فلسطين والقدس والأقصى والأقصى وجنين وبغداد وكل أمصار العالم العربي الإسلامي في هذا المكان الشريف الذي يجمعنا على الخير دائما في كل عام يفتح الدكان وتحدد الأختام والأثمان يتجمع الشذاذ حول إمامهم وإمامهم وإمامهم في رأسه الشيطان كل يقول القدس أفديها دمي ودماؤهم خلف الكلام تصان وعلى موائدهم تباع وتشترى مدن يقال بأنها الأوطان بمزادهم يعلو الصراخ مدويا وبخفة يتراقص الغلمان قالوا مقاومة وليسوا أهلها بل هم لعيم حاقد وجبان خسئ الذين تفننوا بخنوعهم سيماهم التطبيل والخذلان حكموا العباد فلم يراعوا ذمة وبغوا وساد الظلم والطغيان واليوم يختالون من أخوائهم وكأنهم بجحورهم فرسان دول وأحزاب وزائف نخبة ضحكت على دعواهم الخرفان وشراذم من حاقدين على الوراء لم يفهموا ما يصنع الإنسان يتجمعون ليهذروا بهرائهم متوحمين بأنها ألحانوا رسموا خرائطهم بحبر غبائهم وتجحفلوا كي يدحروا ويهانوا شربوا الخيانة في كؤوس مذلة بسقت بها من خبثها الأوثان وتبجحوا بالقدس وهي أسيرة وتسيدوا بغداد وهي تهانوا لا يفقهون سوى السماع لربهم يلهوا بهم وكأنهم فئران يا قدس أنت نفيسة لا تشترى بكلام منباع العراق وهانوا وتقاسم اليمن السعيد بضاعة والرب في محرابهم طهران قوم أقام السوس في جنباتهم وبجوفهم تتناسل الديدان يتظاهرون وهم على دين الهوى وعدوهم حقا هو الإيمان قتلوا بني الإسلام في أمصاره ومع العدو الذل والإذعان لا غر أن يستأسدوا ويزمجروا في حفلهم حيث الحصون أمان فليفرحوا حتى يحين حسابهم ولكل حادثة تدار أوانوا ويكون درب القدس لا من كربلا بل حين تهوي فوقهم إيران شكرا لكم شكرا للشاعر مكي النزال على قصيدته الرائعة وقبل الختام نكون مع منظم هذه الأمسية الذي كان بوده ألا يقول شيئا بعد هذا البهاء الشعري الذي تفضل به الشعراء الكبار ولكن شرف المشاركة هو الدافع لكي يكون بيننا إنه الشاعر حارث الأزدي فليتفضل مشكورا مساء الخير والأنوار للأحرار والأسرى مساء ملءه الإيمان بالكينونة الكبرى سماء من جنوب الصين حتى ساحة الحمرى مساء الخير للنبلاء نثرا كان أو شعرا سلام مثلما بغداد تهدي أختها بصرا ومن حيفا إلى رفح كذاك دمشق فالمسرا إلى صنعاء يا للشوق إنا نرقب البشرى وأنتم سادتي تسجون شعرا يقرأ النصرى قافلة القدس على نهج من ساره إليك نواصل وتلك قوافين لقدس قوافل نقول فنسجي بالقريض حنيننا إلى القدس والأقصى القريب نحاول نحث خطانا نحو سوحك سيدي فمن ذاد عن حق التفرد باسل نكب وكاء الشوق عن فيض روحنا وتسلك آمالا إليك رواحل كأن حديث العاشقين لقدسنا زلال غدير والدموع جداول ألا أيها الأقصى العظيم مكانة كأنّا وأنت كأنّا وأنت الآن صفا نقاتل نقول مقول القول فيك تلطفا ومنه يكون الفعل إن عزّ فاعل كأنّا كنايات التحذّق المعادل ولكنني أحجمت عن حلم واهم وتهدم سورة التائهين الزلازل هناك عراق لن يكون محاربا وباقي بقايا القوم لا شك فاشل ولست بهيّاب الخطوب لأنّني لدي انتماء بالعقيدة ماثل فإن فرّ زحف العرب حالة ضعفهم فلابد للكرّات عودا تواصل لأنّ أنين الثاكلات ترحّما إذا راحل تنساه يبكيك راحل أسارق وقتا كي أقول قصيدة وقد ضاع وقتي مذهدك النوازل شكرا لكم شكرا للشاعر حارث الأزدي على قصيدته الرائعة ختاما نتوجّه بالشكر الجزيل لشعراء المشاركين بهذه الأمسية المقدسية البهية والشكر موصول لكم أعزائنا الحضور وإلى لقاءات وعمسيات شعرية قادمة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة